الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين وبعد فأيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمة تحياكم الله وبياكم ومع الدليل الثالث من أدلة كون أهل السنة والجماعة هم السادة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة ذكرنا في المحاضرة السابقة دليلين الأول اتفاقهم على عقيدة الإمام الطحاوي الثاني أن عامة علماء الأمة وفاتحيها هم على هذه العقيدة الدليل الثالث اعتماد عقيدة السادة الأشاعرة والماتريدية في البلاد الإسلامية على مر التاريخ عامة الدول الإسلامية كانت على هذه العقيدة فانتشر المذهب الأشعري والماتريدي في العالم الإسلامي حتى عما المشرق والمغرب حتى عصرنا الحاضر إلى هذا الزمان أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من علماء الأمة طبعا العوام تابع لعلماء تبنى المذهب الأشعري غالبية خلفاء المسلمين مثل كثير من الدولة العباسية سلاطين الدولة الغزنوية والسلجوقية والأتاباكية وجميع سلاطين وأمراء الدولة الزنكية والصلاحية وخصوصا السلطان الفاتح صلاح الدين الأيوبي فكانوا جميعا على عقيدة الإمام الأشعري والماتريدي وكان السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي له جهود مباركة طيبة في نشر هذه العقيدة على كل المستويات على مستوى العوام وعلى مستوى المدارس الدينية في جميع المناطق التي دانت لدولته عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن كل هذه المناطق مصر الشام الحجاز اليمن دانت لسيطرة وسلطنة صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وكان شديد الاجتهاد في نشر هذه العقائد لنشر تصحيحها صلاح الدين الأيوبي حينما مكنه الله سبحانه وتعالى في مصر أول شيء بدأ فيه إصلاح المناهج العلمية لأن الإنسان إذا أراد أن يصلح مجتمعا فعليه بأمرين مهمين إصلاح التعليم وإصلاح الإعلام التعليم يؤثر في طبقة طلبة العلم وهم بعد حين سيكونون هم المؤثرين في المجتمع سيكونون هم أصحاب القرار والإعلام يؤثر في الشارع العام فيكون المناهج التعليمية متوافقة مع ما يسمعه الناس في الإعلام فيتفقون ويتحدون ويتعاونون عليه وبالمقابل إذا أردت أن تفسد مجتمعاً فليس عليك إلا أن تفسد هذين الأمرين تفسد الإعلام وتفسد التعليم لذلك نجد أعداء الإسلام في كل زمان يحاولون أن يعبثوا بهذين الأمرين الإعلام والتعليم بهذا تفسد الأجيال وبإصلاحها تصدح الأجيال كيف عمل صلاح الدين رضي الله عنه على ذلك لأنه يعتقد أنه لا يمكن أن تنتصر هذه الأمة إلا بأن ينصرها الله كيف ينصرهم الله حديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كيف نرجع إلى ديننا؟ ما هو ديننا؟ ديننا هو الذي جاء جبريل يعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام متمثل بالفقه المنقول إلينا بالتواتر عن طريق المذاهب الأربعة والإيمان هو العقائد عقائد أهل السنة والجماعة والإحسان هو التزكية والربانية والصديقية الذي توارثته العلماء من خلال المدارس والمعاهد فهذه كانت عقيدة صلاح الدين حتى ينصر أن الله سبحانه وتعالى على أعدائنا ويمكن لنا لا بد أن نحقق الدين الكامل في حياتنا فبدأ بإصلاح مناهج التعليم في الأزهر الشريف ونشر المذاهب الأربعة ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى سبيل الإعلام أمر المؤذنين أن يؤذنوا على المنارات بعقيدة أهل السنة والجماعة التي عرفت بعد ذلك بالعقيدة الصلاحية كما سيأتي معنا كان مهتما جدا وهو درس هذه العقيدة صلاح الدين درسها في صغره وحفظها وحفظ القرآن وحفظ الكتاب التنبيه للإمام الشيرازي وكان معتمدا في المذهب الشافعي قبل أن يؤلف النووي منهاجه وحفظ ديوان المتنبي فكان شاعرا أديبا لغويا فقيها ودينا ورعا تقيا رضي الله عنه قال الإمام الحافظ بن كثير في ترجمة صلاح الدين الأيوبي وكان قد جمع له القطب النيسابوري عقيدة فكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولاده وكان يحب سماع القرآن والحديث والعلم ويواضب على سماع الحديث وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث وكان كثير التعظيم لشراء الدين قال عنه الحافظ السيوطي كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه شافعي المذهب أشعري الاعتقاد وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رضي الله عنه فلما ولي السلطان صلاح الدين الأيوبي هذا كلام السيوطي أمر المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية وقت التسبيح أمرهم أن يعلنوا يعني هذا من وظيفة المؤذن أن يصبح الناس على ذكر عقيدة الإمام الأشعري فواضب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا يعني هذا الكلام بعد وفاة الإمام صلاح الدين بأكثر من ثلاثمائة سنة صلاح الدين توفي رحمه الله سنة خمسمائة وتسع وثمانين للهجرة السيوطي رحمه الله توفي يعني أظن تسعمائة وحدعش كم؟ أكثر من ثلاثمائة سنة أكثر من ثلاثمائة سنة وما زال المؤذنون يعلنون بهذه العقيدة السنية طبعا الإمام المناوي بعد السيوطي كذلك قال ولم يزل هذا إلى زماننا ثم ذكر كلام في ذكر مناقب الإمام صلاح الدين ثم قال رحمه الله وألف الشيخ النحوي محمد بن هبة الله هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواه الأصول وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين رضي الله عنه من ضمن الموجود في هذه العقيدة خيلوا أن عامة الناس كانوا يسمعون صباحا هذه العقيدة المليئ بالتنزيه لله تعالى قال ليسا بجسم إذ لكل جسمي مؤلف مخصص بعلمي وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كانا سبحانه جلا عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز نعم وعندكم هنا كذلك مزيد من ترجمة الإمام صلاح الدين سلطان الفاتح أما بالنسبة للدولة العثمانية التي حكمت المسلمين ما يزيد على خمسة قرون قرابة الستة قرون فكانت على عقيدة الإمام الما تريد قاطبة بلا خلاف بينهم كم كان فيها من العلماء؟ آلاف العلماء كلهم على هذه العقيدة كذلك الصروح الشامخة على مر العصور التي اعتنت بنشر مذاهب أهل السنة في الفقه والعقيدة والتزكية كلها على هذه العقيدة مثل الجامع الأزهر في مصر وجامع القرويين في المغرب والزيتونة في تونس والجامع الأموي في دمشق ومعاهد الشام والعراق ومحاضر شنقيط وربط أطراموت ودار العلوم ديوبند ومظاهر العلوم وندوة العلماء في الهند والمدارس الدينية في باكستان وبنجلديش وأندونيسيا وماليزيا وسريلنكا وتركيا والجالية الإسلامية في الصين وآسيا وإفريقيا وولايات روسيا الإسلامية أزباكستان قرغستان طجاكستان وهذه البلاد الشيشان وداغستان وألبانيا وتركيا كذلك المغرب العربي بلاد الشام مصر العراق اليمن وبعض الحجاز والسودان وعامة إفريقيا ومناطق في دول الخليج وغيرها من نارات العلوم المبثوثة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي كلها كانت ولا تزال على عقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنى فعلى مر العصور نجد أن حملت الشريعة والدول تتبنى هذه المذاهب السنية والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار الدليل الرابع على كون أهل السنة والجماعة هم هؤلاء شهادة بعض أئمة الحنابلة قال الإمام العلام على الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله متوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة للهجرة هذه العقيدة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة وممن حكى عنهم مقالات السلف ممن تقدم فكل منهم على حق وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة من الشافعية وبين الإمام أبي حنيفة في آخر من أصول مسائل الدين لكنها يسيرة لا تقتضي تكثيرا ولا تبديعا كذلك العلام عبد الباقي المواهب الحنبلي طوائف أهل السنة ثلاثة أشاعرة وحنابلة وما تريدية بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكتب الكلامية وجميع كتب الحنابلة وقال الإمام السفاريني الحنبلي رحمه الله أهل السنة والجماعة ثلاث فرق الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل والأشعرية وإمامه أبو الحسن الأشعري والما تريدية وإمامهم أبو المنصور الما تريد طبعا هذا يستأنس به ليس دليلا مستقلا نعم لأن ما ذكرناه سابقا يكفي في بيان أهل السنة والجماعة الآن عندنا أمر مهم جدا وهو شبهة يذكرها البعض أن الإمامة الأشعرية رحمه الله تعالى قد تراجع عن عقيدته التي تراجع إليها عن عقيدة المعتزلة فيثبتون تراجعا ثانيا بعد تراجعه الأول من المتفق عليه أولا نقول من المتفق عليه أن الإمامة الأشعرية نشأ معتزليا على عقيدة الاعتزال والده سني توفي فتزوجت أمه بالجباء فنشأ في حجره وهو رأس من رؤوس الاعتزال وكان ذكيا فطنا فأتقن الاعتزال وضاه كباره بل فاقهم فاق الكبار لكن الله تعالى ادخره ذخرا لهذه الأمة فبعد أن عرف عقيدة الاعتزال من الداخل وكانت لهم سطوة وقوة علمية وسلطانية فبعد ذلك ألهمه الله سبحانه وتعالى رشده وهداه إلى الحق فانقلب على الاعتزال وتبرأ إلى الله منه وأعلن ذلك على الملأ كما ذكر ذلك أهل التاريخ أنه بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار في رمضان كل مرة يدله على أن ينصر المذاهب المروية عنه فإنها الحق فمكث فترة يبحث ويراجع المسائل فاهتدى إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك صعد المنبر وتبرأ من الاعتزال وخلع جبته وانخلع عن الاعتزال وبدأ يرد عليهم شبهاتهم ويذب عن أهل السنة بالأدلة العقلية والنقلية أي نعم هذا المرحلة الأولى كونه معتزليا متفق عليها كونه تغير عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة الذي كان يمثله الإمام ابن كلاب رحمه الله هذا كذلك متفق عليه ما هو المشكوك فيه أو المتوهم ليس مشكوكا فيه بل متوهم هذه المرحلة الثالثة اللي هي الانتقال من ما يسمى بالكلابية إلى مرحلة السلفية نعم هل هذه المرحلة لها وجود في الواقع أم هي وهم توهمه البعض هذا الذي نريد أن نحققه نعم هؤلاء الذين أثبتوا التراجع الموهم من أين أتوا بهذا أتوا به من بعض ألفاظ ذكرها الإمام الأشعري في كتاب الإبانة الإمام ما تريد لا أحد يقول بأنه ثراجع الحمد لله فعقيدته ثابتة ولله الحمد الإمام الأشعري قالوا بأنه تراجع فصار عندنا الآن كم شبهة شبهة الأولى أن الإمام الأشعري هو تراجع هذا التراجع الشبهة الثانية أن عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب ليس من أهل السنة وإلا لما احتجنا إلى أن نقول أنه ترك الكلابية وانتقل إلى مذهب أهل السنة فلو كان عند هؤلاء ابن كلاب سنيا لما أثبتوا له هذا التراجع كذلك قالوا كتاب الإبانة يمثل المرحلة الأخيرة من حياة الأشعري في التأليف الآن الجواب عن القضية الأولى وهي مرور أبي الحسن الأشعري بثلاث مراحل الآن نقول ابتداءا حينما انتقل الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة الانتقال الأول وهو الآخر كذلك بحسب ما عليه الكافة أو العامة هل أخفى ذلك؟ أو قبل ذلك نقول هل أبو الحسن الأشعري إنسان مغمور أم إمام مشهور إمام مشهور ومعروف وعلم من الأعلام فحينما انتقل الانتقال الأول والأخير الانتقال الحصر الوحيد إلى مذهب أهل السنة والجماعة لم يخفي ذلك لأنه صاحب تقوى وورع ونصح للمسلمين ولا يخاف في الله لوم تلائم ولو أراد أن يخاف لخاف المعتزلة الذين كانت لهم صطوة وقوة ونشأ بين ظهرانيهم ومع ذلك ما خاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فأعلن بها فالآن هذا الانتقال الثاني الذي تزعمونه من ذكره؟ من من المؤرخين؟ هذا الانتقال الذي اتفق عليه العلماء انتقال مذكور في كتب التاريخ ذكره عامة من ترجم للإمام الأشعري هذا الانتقال الثاني الموهوم لا ذكر له إطلاقا لا ذكر له هذا أولا ثانيا من هم أعرف الناس بعقيدة الشيخ؟ من؟ وما كان عليه في أول أمره وآخره؟ تلامذته أليس كذلك؟ تلامذته فلو جاءنا إنسان وزعم أن الإمام أبا حنيفة قد تراجع المذهبه في نهاية حياته بناء على نص تاريخي أو بناء على استنباط من بعض كتب الإمام نقول له أتظن الأمر بهذا السهول وبهذه السذاجة؟ إمام كالأشعري ذكروا له قرابة ثلاثمائة مؤلف تفسير له المختزن أو المختزن ذكر بعض العلماء أنه رآه أظن ابن العرب المالكي أربعمائة مجلد طبعا غير موجود الآن مفقود له كتب في مسائل كثيرة جدا طبعا لم يصل منها إلا خمسة كتب وفي بعضها شك في نسبتها إلي كمقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر ونحو ذلك هل يمكن أن نقول أن إنسان من خلال هذه الرسالة المختصرة الإبانة نقول عقيدة الإمام الأشعري هي كذا وكل من سار على مذهب الإمام الأشعري فهو جاهل بما عليه الأشعري من يقول هذا؟ التلامذة يلازمون شيخهم أكثر من ملازمة الزوجة لزوجها والأبناء لأبيهم أليس كذلك؟ انظروا إلى ملازمتكم إلى الشيوخكم وإلى ملازمة أبنائهم لهم نعرف أن ملازمة التلميذ لشيوخه أكثر من ملازمة الإبن لأبيه فهؤلاء معه في كل كلمة يقولها وعند احتضاره وعند دفنه وعند قراءة وصيته فكيف يغفلون عما عرفت أنت أيها المتأخر أنه قد قاله؟ هذا كلام مخالف للمستقر عند العقلاء لا توجد أي إشارة في كتب التراجم والطبقات إلى هذا التراجع هذه دعوة ليس لها أي شاهد مقبول عقلا وعادة عند العقلاء كذلك تلامذة الإمام الأشعري اجتماع التلامذة وهم من هم أبو الحسن الباهلي وأبو عبد الله بن مجاهد ومن سار على طريقهم من تلامذتهم كالباق اللاني وابن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني والإمام الإسماعيلي والصعلوكي وكثير ممن وزاهد السرخسي وغيرهم كثير من أئمة أهل السنة الذين ما فهموا من مذهب الأشعري إلا ما هو مقرر في كتب الأشعرة الإمام ابن خلي كان قال في ترجمة الأشعري قال هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة وكان أبو الحسن أولا معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن هذه القول المعتزلة في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة هل ذكر الرجوعا آخر؟ لا الذهبي ذكر قال وبلغنا أن أبو الحسن تاب وصعد من برى البصرة وقال إني كنت أقول بخلق القرآن إلى آخره ثم قال وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة قال ابن خلدون إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بعض مشيختهم أي المعتزلة في مسائل الصلاح والأصلح فرفض طريقتهم وكان على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسب من أتباع السلف وعلى طريقة السنة فهنا أثبت ابن خلدون أن الأشعري انتقل انتقالا واحدا من الاحتزال إلى مذهب أهل السنة الذي كان عليه ويمثله ابن كلاب رحمه الله هذا التراجع المزعوم ليس له أي وجود في كتب التاريخ التي ترجمت الإمام الأشعري على كثرتها وترجمته موجودة مثلا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبقات شافعية للسبكي شجرات الذهب لابن العماد الكامل لابن الأثير تبيين كذب المفتري لابن العساكر ترتيب المدارك للقاضعيات طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة وطبقات الشافعية للأسنوي والديباج المذهب لابن فرحون ومرآة الجنان اليافعي وكل هذه الكتب وغيرها الكثير لم تذكر إلا الرجوع الأول والأخير للإمام الأشعري رحمه الله فنقول من أثبت من ادعى دعوة فعليه البينة هات بينة 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 اسمها بينة واضحة جلية وليست خفية هكذا اجتهادات لي أعناق النصوص نعم نقول تنزلا سلمنا أن الأشعرية هذا التراجع الثاني تراجع هذا التراجع الثاني أتظنون أن أئمة الأشاعرة أهل السنة بهذه السذاجة والبساطة مئات الألوف من أئمة الإسلام يجتمعون على تقليد إنسان تراجع عن معتقده أتظن أن الباقلانية والإسفرانينية والجوينية والغزالية والآمدية والرازية وابن الحاجب والتفتزاني والإيجي أتظن أن هؤلاء بهذه الجهالة وبهذا العمى يتبعون الأشعري هكذا وهم مغمضوا الأعين ليس لهم اجتهاد وهم يناقشونه في دقائق دقائق المسائل بل ويخالفونه في بعض المسائل فهم لم يتبعوا الأشعري لأنه أشعري ولكنهم وافقوا نظر إلى اجتهاداته وإلى مذاهب السلف قبله فوجدوها مطابقة لها فلذلك نصر هذا المذهب لا لأنه منسوب إلى هذا الرجل التقليد في الاعتقاد ممنوع عندنا عند أهل السنة ممنوع لا يجوز يحرم المقلد في العقائد آثم وإن كان المعتمد أنه صحيح الاعتقاد المقلد في أصول العقائد في أصول العقائد نعم عند أهل السنة لا يجوز هناك مبحث سيأتي معنا فكيف يأتي هؤلاء ويقلدون الأشعري تقليدا خاطئا مخالفا للواقع سبحان الله نعم فهذا كلام لا يمكن أن يصدر من إنسان يعرف ما يقول أي نعم مؤلفات الإمام الباقلاني كالإنصاف والتمهيد مؤلفات ابن فورك مؤلفات القفال والشاشي والشرازي والبيهقي كلها تقرر عينما قرره الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة وغيرهم الآن الشبهة الثانية هل ابن كلاب فعلا كان منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة هذه الشبهة الثانية أنه هو تراجع عن الاعتزال إلى الكلابية ثم تراجع عن الكلابية المخالفة للسنة إلى مذهب أهل السنة الموهوم المزعوم طب هل فعلا ابن كلاب كان مخالفا لمنهج أهل السنة نحن لا نخالف في أن الإمام الأشعري جرى على طريقة ابن كلاب رحمه الله تعالى في الاستدلال لإثبات عقائد أهل السنة والجماعة نعم لا نخالف في ذلك قال التاج السبكي رحمه الله وابن كلاب على كل حال من أهل السنة أي نعم ورأيت الإمام ضياء الدين الخطيب والد الفخر الرازي قد ذكره في كتابه غاية المرام في علم الكلام وقال من متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببيانه وقال ابن قاضي شهبة عبد الله بن سعيد المعروف بن كلاب كان من كبار المتكلمين ومن أهل السنة وبطريقته وطريقة الحارث المحاسب اقتضى أبو الحسن الأشعري وقد صنف كتبا كثيرة في التوحيد والصفات نعم هذا وغير ذلك كثير من أئمة أهل السنة ذكروا الإمام ابن كلاب على أنه من متكلمي أهل السنة والجمعة نعم كذلك الحافظ بن عساكر قال رأيت بخط علي بن بقاء الوراق المحدث المصري رسالة كتب بها أبو محمد بن أبي زيد القيروان الفقيه المالكي الذي يسمى مالكاً صغير وكان مقدم أصحاب مالك بالمغرب رحمه الله في زمانه كتب رسالة إلى علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي جوابا عن رسالة كتب بها إلى المالكيين من أهل القيروان يظهر نصيحتهم بما يدخلهم به في أقاويل أهل الاعتزال فذكر الرسالة بطولها في جزء وهي معروفة فمن جواب ابن أبي زيد له قال ونسبت ابن كلاب هذا ابن أبي زيد القيرواني قال ونسبت ابن كلاب إلى البدعة ثم لم تحكي عنه قولاً يعرف أنه بدعة فيوسم بهذا الاسم وما علمنا من نسب إلى ابن كلاب البدعة والذي بلغنا أنه يتقلد السنة ويتولى الرد على الجهمية وغيرهم من أهل البدعة يعني ابن كلاب نعم هنا يتبين لنا أن ابن كلاب رحمه الله تعالى كان من متكلمي أهل السنة والجماعة وفي زمانه كان رأساً يرد على المعتزلة وعلى غيرهم من أهل البدع معتقداتهم الحافظ بن حجر ذكر شيئاً عجيباً يتبين لنا أن الإمام البخارية كالأشعري في سيرهما على طريقة ابن كلاب في المسائل الكلامية قال الإمام بن حجر رحمه الله البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب غريب الألفاظ الفاظ الأحاديث إنما ينقله عن أهل ذلك الفنك أبي عبيدة والنظر بن شميل والفراء وغيرهم وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما هذا في فتح الباري إذن حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسائل أصول الدين مسائل الكلام عامة ما ينقله عن الكرابيسي وابن كلاب كالإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه وإذا نظرنا إلى أقوال الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وقضية كلام الله سبحانه وتعالى التي لأجلها هجره جمع من المحدفين والصواب مع البخاري في تفصيله هو موافق تماما لمذهب أهل السنة الأشاعر نعم هذه نصوص واضحة على أن الإمام ابن كلاب كان سنيا ومن رؤوس أهل السنة في علم الكلام نجيب الشبهة الثالثة وبها نختم إن شاء الله تعالى وهي مستند هؤلاء في أن الأشعرية تراجع ما هو مستندهم؟ كتاب الإبانة أولا الإبانة إذا جئنا لأي نسخة في كتاب الإبانة حتى النسخة المطبوعة وهي محرفة مع أنه اللي حققوا كالإمام الكوثري وغيره مثل الشيخ سليمان غاوجي الألباني عامة النسخة الموجودة لكتاب الإبانة فيها اختلاف وبعضها فيه كشط وفيه قص فكما ذكر الإمام الكوثري لعبت بهذه النسخ الأيد الأثيمة وبالمناسبة هذا الفعل مشهور بل متواتر عن الحشوية يستحلون الكذبة والقصة والكشطة والدسة على المخالف كما فعلوا مع الرازي ومع الغزالي ومع ابن فورك ومع سلطان العز بن عبد السلام فهذا دأبهم سلفا وخلفا حتى النسخ الموجودة الآن أنا لو أني تذكرت لأتيت بنسخة من كتاب الإبانة يأتي الإمام الأشعري في الإبانة يثبت صفة اليدين كما سيأتي معنى كصفة معنى يقول نثبت صفة نثبت لله صفة اليدين صفة يعني معنى ولما قال صفة هو نفى الجارحة هذا تأويل صرف للفظ عن ظاهري لأن ظاهر اليد الجارحة فحينما قال صفة والسلف قبله قالوا صفة يش يعني صرفها عن ظاهرها وهي الجارحة فقال نثبت لله صفة اليدين ليستا بجارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا توصفان إلا بأنهما يدان تليقان بجلاله خارج عن سائر الأوجه الثلاثة فهو يحيل معنى الجارحة يقول الجارحة مستحيلة في حق الله وينزه الله تعالى عن الجارحة والحشوية المشبهة لا يرضون بهذا بل يجعلون هذا نفيا لحقيقة اليد لأن حقيقة اليد عندهم هي بمعنى الجارحة وبعضهم يقول بما يسمىها فينا أبعاظ وأجزاء وبعضهم يسميها صفة عين هل الأشعر يثبت اليد أو الوجه أو العين كصفة عين يعني جسد أو قائمة بذاتها يثبتها كصفة معنى الله أعلم بها كما سيأتي معنا في مذهب الإمام الأشعري فطريقة الإمام الأشعري في الإبانة خالية من التأويل هي تفويض إثبات لللفظ مع تفويض العلم بالمعنى إلى الله سبحانه وتعالى نفي التكييف نفي المسافة قال أثبت الاستواء أكثر من أربع صفحات ثم بعد ذلك يقول استواء كما أخبر على المعنى الذي أراد استواء منزها عن المماثة والاستقرار والتمكن والحلول والزوال استواء لا يزيده قربا من العرش والسماء كما لا يزيده بعدا عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى ويثبت تنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث في نفس الإبانة نعم فهذه الطريقة طريقة لا يمكن أن يرتضيها إنسان أن تترك منهجه المقرر في كتبه وتأتي إلى بعض النقولات ويا ليته أتى بها كاملة بل يأتي بها مجتزأة يذكر الاستواء وينفي الاستقرار ينفي الحلول ينفي المسافة ينفي في القرب الحسي فكيف تجعله بمعنى الاستقرار؟ وهو ينفي الاستقرار في الإبانة وأنت تقول من نفى الاستقرار فقد حرف وعطل نعم الإمام الحافظ بن حجر قال وعلى طريقته يعني على طريقة ابن كلاب مشى الأشعري في كتاب الإبانة وهذا الكلام يثبته الشيخ ابن تيمية عن الإمام الأشعري قال الإمام الأشعري ألف الإبانة على طريقة ابن كلاب نعم وذكرنا الاختلاف بين النسخ اللي موجودة ومن قابلها من العلماء أدرك هناك خلافا كبيرا الحافظ بن عساكر نقل في كتاب تبين كذي نفتري قطعا من كتاب الإبانة للأشعري نحن لا ننازع في أن الإمام الأشعري ثبت تأليفه لكتاب اسمه الإبانة نحن لا ننازع في هذا بل نسلم به ولكننا ننازع في أن الإبانة الموجودة الآن هي عين ما ألفه الأشعري ولم يدخلها التحريف ثم بعد ذلك وأثبتنا ذلك من خلال مقابلة المخطوطات ثم بعد ذلك لو سلمنا فحتى الإبانة المطبوعة الآن لا يمكن أن تخدم الحشوية المشبهة لأنه يصرح فيها بنفي التشبيه وقد نقلت بعض الأقوال المنكرة التي لا يقول بها العوام في كتاب الإبانة كقول مثلا وقد اجتمع الناس على دعاء الله تعالى بقولهم يا ساكن السماء من يدعو الله بيا ساكن السماء؟ من؟ هل سمعتم هذا بأحد؟ هل مر هذا في حديث؟ أو قول صحابي أو تابعي؟ وأصلا من يقول هل أنتم تقولون إن الله ساكن السماء؟ أنتم لا تقولون ذلك أنتم مضطربون في عقيدتكم فتنسبون إلى الأشعري جهالات لمجرد التشغيب على أهل السنة الأشعري أنكم على خلاف مذهب إلى أشعري فعرفنا أن الانتساب إلى الأشعري ليس إلى شخص الأشعري إلى الأصول المقررة المجتمعة في كتب أتباع الإمام الأشعري كمجرد مقالات الإمام الأشعري لبنفورك أي نعم الآن عندنا نحن مثلا عند الحنفية إذا أردنا أن نعرف ما هو معتمد مذهب أبي حنيفة هل نذهب إلى كتب أبي حنيفة؟ هل أبو حنيفة له كتب أصلا؟ هل ألف كتابا واحدا بيده؟ لا، تلامذتهم الذين جمعوا وإذا أردنا أن نرجع إلى مذهب أبي حنيفة كما هو هل نأتي إلى كل قول قاله تلميذ من تلامذة أبي حنيفة ونقول هذا مذهب أبي حنيفة؟ وله هناك أصول، هناك طبقات للكتب كتب ظاهر الرواية، كتب النوادر، كتب الواقعات والنوازل وإذا اختلفت أي رواية عن أبي حنيفة مع ظاهر الرواية المقدم هو ظاهر الرواية، إلا إن نص الأئمة في المذهب على أن المعتمد رواية الحسن مثلا في المجرد أو رواية أبي يوسف مثلا في الأمالي أو أو فهناك أصول كذلك عند الشافعية، قد تختلف الرواية عن الشافعي يأتي المزني يروي، والبويط يروي، والربيع يروي، وبن عبد الحكم يروي فما هي المعتمد؟ هناك لهم أصول في قبول الروايات عن الإمام ليس كل قول قاله الإمام يكون معتمدا في المذهب فإذا ردنا أن نعرف ما هو معتمد المذهب ننظر إلى ما اعتمده أصحاب الإمام أليس كذلك؟ وهكذا عن أحمد وهكذا عن مالك اختلفت رواية بن وهب مع ابن القاسم، غالبا رواية ابن القاسم مقدمة هناك أصول، فإذا اختلف الفهم مع أنه لم يختلف في زمن الأشعري الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة من طبقات الأشعر لم يكن هناك خلاف حتى جاء إنسان في القرن السابع الهجري ونهايته وبداية الثامن الهجري وقال الأشعري تراجع عن قوله هل هذا يقبل؟ بعد أربعة قرون أو زيادة يأتي إنسان ويقول ما كان عليه الأشعري مخالفا لما عليه الأشعر والأشعر المتقدمون غير الأشعر المتأخرين والأشعر المشارقة غير الأشعر المغاربة هذا لا يمكن أن يصدر من إنسان محقق يعرف ما يقول كل الاختلاف قد يكون في جزئيات من دقيق علم الكلام لا تكون في الأصول كالذي يقول مثلاً الغزال تراجع الرازي تراجع الجوين تراجع تراجع عن ماذا؟ إلى ماذا؟ ما الذي تراجع عنه؟ ما الذي تراجع عنه الرازي؟ كان في بداية حياة يقول هناك قولاً قول بالتأويل وقول بالتفوض كان يذهب مذهب التأويل لأنه أحكم في الرد على المخالفين من المعتزلة والجهمية وغيرهم في نهاية حياته اختار في العقيدة النظامية القول بالتفوض مع التصريح بنفي الجسمية ونفي التشبيه تفوض العلم بالنصوص إلى الله سبحانه وتعالى الغزال ألف وآخ مؤلف له في علم الكلام كتاب الجام العوام عن علم الكلام كما ذكر هذا ابن الصلاح رحمه الله أنه آخر كتب حجة الإسلام الغزالي في علم الكلام وذكر قواعد عقيدة السلف وذكر أن عقيدة السلف لها سبع قواعد كما سيأتي معنى أولى هذه القواعد التقديس ومعناه تنزيه الله تعالى عن الجسمية وتوابعها إذن إذا أين تراجع؟ وفي نفس الكتاب يذكر تأويلات اليد وتأويلات الاستواء وتأويلات النزول فإلى أين تراجع؟ وكذلك الرازي فهذا يكون أيها الإخوة الأحبة مجرد تشغيبات لإبعادك عن الحق لكن إذا أردت إذا دعوت هذا الإنسان لتحقيق ما يقول لا يمكن أن يأتي بطائل أين؟ قال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله إن كان هؤلاء أئمة الأشاعر أغماراً والأشعري يخلبهم فليس بعد الأنبياء والصحابة فطن فيال الله والمسلمين إذا كل هؤلاء انحرفوا عن مذهب الإمام الأشعري فهذا شيء غريب جداً والقاعدة السنية الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله فأهل السنة حققوه وعرفوا الحق ثم نظروا من وافقه فوالوه ونصروه وانتسبوا إليه أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا والحمد لله رب العالمين